ويكي بودكاست سلسلة بودكاست حول ويكيبيديا ومجتمع ويكي ميديا عزائي المستمعين عزيزات المستمعات أهلا ومرحبا بكم معنا في بودكاستكم الشهري ويكي بودكاست البودكاست الذي يلقي نظرة عامة على عالم ويكيبيديا الموسوع الأكبر في تاريخ البشرية في كل حلقة سنتعرف وإياكم على موضوع جديد برنامج جديد أعضاء جدد الحلقات ستكون بلغات لهجات متعددة كاللغة العربية واللغة الأمازيغية والدارجة المغربية أنا لبناء ايت او مست عضو بمجموعة ويكي ميديا المغرب في حلقة اليوم سنكتشف وإياكم مجموعة مستخدمي ويكي ميديا الإمارات من خلال حوار مع السيدة سيرين بن براهيم عضو بمجموعة الإمارات للحصول على معلومات تمكننا من فهم أفضل لكيفية تأسيس مجموعة المستخدمين وتاريخها ومهماتها وأهدافها وأيضا للحديث عن تنظيم الفعاليات الدولية سنناقش أيضا الأنشطة والمشاريع المختلفة التي تشارك فيها المجموعة أتمنى أن تستمتعوا معي ورفقة ضيفتي قبل البدء بالحلقة دعوني أرحب أولا بضيفة السيدة سيرين بن براهيم عضوة مجموعة مستخدمي ويكي ميديا الإمارات سيدة سيرين أهلا بك أهلا لبناء أهلا أهلا سيدة سيرين هل يمكنك أن تحدثين قليلا عن نفسك وعن دورك داخل المجموعة؟ شكرا لبناء أولا حب أخذ هذه الفرصة أني أشكر أشكر الفريق لاستطافتي في ويكي بودكاست صراحة من أجمل مشاريع ويكي ميديا المغرب جهود جبارة وأنا شخصيا أستمتع بالاستماع لحلقات البودكاست فهذا شرف لي وشرف لمجموعة الإمارات أن أكون ضمن حلقات البودكاست أما عن نفسي فأنا سيرين بن براهيم مديرة مجموعة مستخدمين ويكي ميديا الإمارات انضممت للمجموعة في عام 2021 بعد سنة تقريبا من إنشاء المجموعة ومازلت إلى الآن صراحة مع المجموعة أما بحصوص انضمامي للمجتمع ويكي ميديا ومساهماتي في ويكي ميديا فأنا بدأت في 2020 كمحررة في ويكي بيديا وعند انضمامي للمجموعة الإمارات صراحة كنا نشتغل على مشروع كاتب مكتوب وكانت هذه أوائل إنشطة المجموعة وكان الهدف من المشروع هو إنشاء أكبر عدد مقالات عن الكتاب العرب الكتاب والكاتبات العرب لأنه كان فيه نقص في المحتوى هذا من ناحية الكتاب فالحمد لله يعني بسبب هذا المشروع تفتح للمجموعة أكثر ويعني زادت نشاطات المجموعة لحد الآن جميل جدا سيدة سيرين وصراحة المشروع الذي شغلتم عليه كاتب مكتوب كان له صداء كبير جدا هل يمكنك أن تحدثينا أكثر عن هذا المشروع؟ مشروع كاتب مكتوب كانت فكرة الأساسية من مؤسسة الإمارات للأدب وهي مؤسسة لها دور جدا مهم في دورة الإمارات العربية المتحدة وتهدف إلى نشر المعرفة وأيضا نشر حب القراءة في الوطن العربي في الخليج والمنطقة والوطن العربي بشكل عام فمؤسسة الإمارات للأدب هي المنظمة لمهرجان طيران الإمارات للأدب وهو أكبر مهرجان في الشرق الأوسط مهرجان أدبي يعني يستضيف قائمة كبيرة من الكتاب العرب والعالميين فجاءت يعني الاحتياج المجتمعي لما كانت مؤسسة الإمارات للأدب دائما تنظم هذا المهرجان تلاقي صعوبة جدا في إيجاد المعلومات عن الكتاب العرب خصوصا يعني الكتاب الأجانب دائما لديهم معلومات على شبكة الإنترنت ومحدثة يعني بشكل دوري أما يعني بغض النظر عن إسراء الأدب العربي يعني حقيقة ليس لدينا أشكال في كمية المحتوى الأدبي باللغة العربية ولكن مع ذلك ليس هناك توثيق عن هذا الأدب الجميل على الإنترنت بشكل عام وما بالك في ويكيبيديا خصوصا سواء معلومات عن الكتاب العرب أو سواء معلومات عن كتبهم فجاءت هذه الفكرة الفكرة يعني تعاون بين مؤسس الإمارات للأدب ومجموعة ويكي ميديا الإمارات يعني كان زمين رضا هو اللي يترأس المجموعة وما زالوا معنا فبدأت هنا الفكرة أنه هدف خلال سنتين إنشاء حوالي 15 ألف مقالة باللغتين العربية والإنجليزية عن الكتاب العرب وبعدها يعني دخلنا أيضا نكتب عن الكتب العربية فالحمد لله كانت هذه البداية البداية كانت تعاونات مع الجامعات يعني مع المؤسسات الأدبية هنا في الإمارات وفي الوطن العربي لإثراء المحتوى عن الكتاب فشكلنا الفريق وشكلنا المتطوعين وأصبحنا ننشر هذه المقالات وعلى نهاية المشروع في 2022 كنا يعني توسعنا أكثر بحيث أنه استضفنا مؤتمر ويكي عربية وبدأنا مشاريع أخرى وكبرنا كفريق وكبرنا كتخطيط استراتيجي فكانت هذه البداية والحمد لله حاليا هناك يعني توقفنا مع مشروع كاتب مكتوب على وكيبيديا أولا بسبب مشكلة الملحوظية يعني دائما مشكلة فبعد ما وصلنا عدد معين أصبحت هناك مشكلة لإيجاد أسماء أخرى أو يعني زيادة المحتوى عن الكتاب العرب فأصبحنا نطور المقالات التي يعني كتبت من قبل ولكن هناك موقع خاص يعني هو موقع كاتب مكتوب أنشأناه لكي نزيد عدد المعلومات عن الكتاب ونحدثها بشكل دوري فأي شخص ممكن يساهم على هذا الموقع أي شخص ممكن ينشأ بطاقة تعريفية أو مقالة قصيرة عن الكاتب أو الكاتبة المفضلة لديهم أو المفضلة لديهم فهذه هي فكرة المشروع أو مشروع كاتب مكتوب بشكل مختصر جميل جدا سيدة سيرين طراحة مشكل الملحوظية نعاني منه أيضا لأنه كلما كتبنا عن كاتب أو عن كتاب إلا ووجدنا هذا المشكل نتمنى أن يتم تجاوزه مستقبلا هميئا لكم على هذا العمل الكبير والجبار الذي تقومون به في مجموعاتكم هنا أود أن أسألك كيف تجدون المحتوى الإماراتي والعربي بصفة عامة على ويكيبيديا صراحة كل المساهمين في مشاريع ويكيبيديا وإذا خصصناها في ويكيبيديا نعرف أن المحتوى العربي إذا قارناه مع مشاريع ويكيبيديا الأخرى أو ويكيبيديا الأخرى باللغات الأخرى فهو قليل ولكن جودة المقالات الحمد لله ما زالت جيدة ويعني الزمالة الإداريين والمحرمين في ويكيبيديا دائما يركزون على الجودة ونقول جودة أكثر من الكمية ولكن إذا سألتني صراحة المحتوى الإماراتي بالخصوص جدا قليل وحتى لو قارناك جودة المقالات الموجودة فالجودة أيضا ليست ضمن المعايير المقالات المثالية فأغلب المقالات عن المحتوى الإماراتي ما زالت بذرة فهنا الإشكال فنحن عندما ننظر للمحتوى الإماراتي دائما يعني يكون هدفنا هو تطوير المقالات وأيضا إنشاء مقالات أكثر تخص المحتوى الإماراتي بشكل خصوص والمحتوى العربي بشكل عام لذلك أن أغلب فعالياتنا يعني نستهدف جميع الفئات وجميع البلدان لأنه الهدف الأساسي أيضا هو إثراء المحتوى العربي فلذلك أنه فعالياتنا يعني تكون مخصص الوطن العربي ولكن دائما نخصص ترشيحات خاصة تكون خصوصا للمحتوى الإماراتي لذلك في المسابقات مثلا مسابقة حرر في السنة الثانية إلى الآن الحمد لله يعني دائما يكون هناك ترشيح خاص بالمحتوى الإماراتي غير أنه أيضا فيه فعاليات أو أنشطة نحن ننظمها ضمن المجموعة تكون فقط للمحتوى الإماراتي منها ويكي تهوى الأرض النسخة الإماراتية وأيضا المسابقة الفتورة في الإمارات عبر عدستكم فهنا نستهدف شريحة الجمهور يعني سواء المواطني في دورة الإمارات أو المقيمين لكي يسروا المحتوى عن الإمارات نعم سيدة سيرين على نفس المنوال تحدثنا عن الأنشطة والمشاريع التي تقوم بها المجموعة لتعزيز المحتوى التقافي هل يمكنك إعطاء مثال على مشروع محدد قمتم بتنفيذه والتحديات التي وجهتكم أيضا خلاله وكيف تغلبتم على هذه التحديات؟ سؤال جميل جدا يعني صراحة كل نشاط نقوم بتنظيمه إلا وما يكون فيه تحديات للنشاط نفسه فجيد أنك خصصتي لي تحدي واحد ولا كنت خلصت البودكاست على هذا السؤال أما يعني هو الحمد لله قمنا بأنشطة عديدة جدا منذ بدايتنا يعني في 2020 يعني مرت تقريبا أربع سنوات ولكن ممكن أبدأ بأول مشروع يعني من ضمن مشروع كاتب مكتوب هو الرحلات التدريبية الجامعية التي قمنا بها فكنا نزور جامعات مختلفة في دولة الإمارات ونقدم يعني برامج تدريبية أو سواء يعني ممكن نقول ورش عمل خفيفة أو ورش تدريبية مكسفة بحيث أنهم يعني يبدأوا يشاركوا في المساهمة في مشاريع ويكي ميديا ولكن النشاط أو الإنجاز اللي أفتخر فيه هو يعني أنا صراحة يعني تخصصي كان اللغة الإنجليزية والترجمة فتخرجت من جامعة الشارقة في الإمارات وأول شيء عملته هو أني تواصلت مجدداً مع جامعتي ومع دكاترتي وأساتفتي فأتيت إليهم بفكرة المشروع فكرة أنه نقوم بتدريبات دورية لطلبة قسم الترجمة في الجامعة وفكرة أنه يترجموا مقالات ويكيبيديا مثلاً سواء من اللغة العربية إلى الإنجليزية أو العكس وهذا أيضاً يعود عليهم بالفائدة لأنه إحنا مثلاً أنا عندما أتخرج يكون فخوراً أنه يكون عندي ملف بالمقالات التي ترجمتها أو بالمستندات أو أين كان فهذا كان أيضاً شيء يعني استراتيجي جميل لطلبة قسم الترجمة أنه يتخرجوا ويكون عندهم مقالات ترجموها منشورة على ويكيبيديا أكبر موسوعة إلكترونية على الإنترنت بالتالي يعني نفسياً شيء جميل ومعنوياً يعني أيضاً أتمك فما زلنا نقدم دورات التدريبية مع جامعة الشارقة وأصبح يعني الآن يعني أصبحنا معاهم مدة ثلاث سنوات ويعني نتدرب فوج ثم يتخرج هذا الفوج ندرب فوج ثاني وما إلى ذلك ولكن واحدة من الصعوبات التي واجهتنا أنه حتى لما كنا ندرب هذا القسم أو الطلبة كنا نظن أنهم خلاص أصبحوا متمرسين أو يعني يمكنهم المساهمة في موسوعة ويكيبيديا ولكن عندما جاءتنا الآراء دائماً ما كانوا يشتكون أن المقالات تنحذف وهنا عرفنا أن هناك مشكلة في الملحوظية ولكن يعني أود التنوية أن هذا كان ضمن مشروع كاتب مكتوب اللي كان عن سير الأحياء وعادة قوانين سير الأحياء أو سياساتها في ويكيبيديا صارماً نوعاً ما وهذا لكي نضمن أن الجودة جيدة لذلك واحدة من الحلول التي رأيناها أنه ممكن تساعدنا هو نوفر لهم قائمة بأسماء الكتاب أو مواضيع المقالات والحمد لله بعد هذا نجح الموضوع فأصبحنا عند تنظيمنا لمشاريع مختلفة خلال العام دائماً نحرص أن نوفر قائمة بأسماء المواضيع تحسباً أن هناك مشارك مبتدئ لا يعرف سياسات جيداً فدائماً ننصح أنهم ينشئون مقالات ضمن هذه القائمة أما عن فعلياتنا الأخرى التي تضمن مسابقات فنحن دائماً نميل إلى مسابقات مفتوحة نجعلها مفتوحة ولكن ضمن موضوع مخصص بالتالي نمنح المتسابقين الحرية لكي ينشئوا مقالات ببحثهم الخاص وأيضاً يتأكدوا من الملحوظية بنفسهم فهذا يخفف الضغط على فريق التنظيم أيضاً فهذه كانت أبرز التحديات خصوصاً بداية الملحوظية والحمد لله يعني دائماً لكل مشكلة هناك ألف فاحل حقيقةً التحديات هم الذين يحفزوننا من أجل الاستمرار لحل هذه التحديات أليس كذلك أكيد هنا سيدة سيرين أود أن أسألك بخصوص طلبة الذين اشتغلتم معهم هل يستمرون في الترجمة أو في التحرير بعد تخرجهم لأنه كما نعلم حياة الطالب هي تختلف عن حياة الموظف فالطالب يكون لديه الوقت الكافي من أجل التطوع هل عندما يخرج هذا الطالب لسوق الشغل هل يستمر معكم في التطوع أم ينقطع؟ سؤال جداً جميل لبناء هو حقيقةً هذه مشكلة إليس كذلك الاستمرارية سواء مع المتطوعين أو الطلبة مدى استمراريتهم وحقيقةً سأكون صريحة معك إلى الآن لم ندرسها بشكل الدقيق اللي ممكن أعطيك إحصائية تامة إنه كم من الطلبة اللي دربناهم استمروا إلى الآن ولكن أنا أعرفهم يعني مثلاً إذا قيمناهم يعني مثلاً إذا دربنا مائتين يستمروا معنا أو تستمر معهم هذه النشاطات ممكن عشرة من المائتين فهو يظل النسبة قليلة وهذه المشكلة أو التحدي الأكبر أظن وأزعم لأي مجموعة مستخدمين الآن في حركة وكيميديا استمرارية المشاركين ولكن الحمد لله يعني حتى هذه العشرة اللي يظلوا معنا يعني يستمروا بشكل جميل جداً بالتالي حتى لما يتخرجون يعني لقيهم يشاركوا معنا في الفعاليات ما زالهم يعني يأتوا إلى هذه الفعاليات يساعدوننا أنه يساعدوننا حتى في إيجاد شركاء للمجموعة التواصل جداً جميل أيضاً بالتالي دائماً معنا إذا ما كانت أي فرصة أنه يساعدون يساعدون ولكن نسبة كبيرة لا تستمر أو على طول يعني ثقافة التطوع يعني قلتها وما زلت سأقولها ثقافة التطوع في الوطن العربي إذا قرناها مع العالم الغربي قليلة وهذا ليس عيباً قدمه أيضاً هذا اجتماعات يعني الاحتياجات المجتمعية في الوطن العربي أغلب الأهالي أو أغلبنا يعني نعمل للقمة العيش يعني إذا شفنا من هذه الناحية يعني حتى تشوف يمثلون أبائنا أجدادنا دائماً يعني لقمة العيش فما كان فيه وقت أنه الإنسان يكون عنده وقت يتطوع لكن الحمد لله يعني مع الأجيال التتقدم ويعني أشوف أنه أحنا مثلاً نجينا يعني ما زلنا نحب هذا التطوع ونشجع الناس لتطوع فبالتالي زاد يعني زادت من هذه الناحية عدد الناس اللي تطوعون وأيضاً الحكومات العربية أو ممكن أقول الخليجية تركز من هذا الجانب فنرى مثلاً في السعودية عندهم مشروع المليون متطوع أنه في خلال أظن خلال عشر سنوات حابين يكون فيه مليون متطوع أظن ما حب أغلط ولكن يعني فيه مشروع أيضاً لتطوع في دولة الإمارات هناك أيضاً مشاريع كثيرة يعني تشجع يعني المؤسسات أنه توفر برامج تطوعية الآن مع نظام الجامعات في الإمارات دائماً هناك ساعات تدريبية ملزمة لكل طالب أن يتمها لكي يتخرج يعني هي من متطلبات التخرج فأتفقنا مع جامعة الشارقة خصوصاً أن يكون برنامج التدريب للطلبة هو ترجمة مقالات ويكيبيديا والترجمة تكون أغلبها من اللغة الإنجليزية إلى العربية فمن هذه الناحية يعني الحمد لله يعني هذه هي فرصة التدريب اللي يتعمقوا فيها لترجمة المقالات وطبعاً تكون عندهم يعني نوعاً ممكن نقول ضغط لإتمام المتطلبات فبالتالي ينغمسوا في التحرير فعندما ينغمسوا في التحرير وفي المساهمة في ويكي ميديا هناك نجد اهتمامهم يعني أصبح عندهم اهتمام يعني للمساهمة معنا أكثر ويعني حقيقة يسعدني أن أقول يعني انضمت إلينا مؤخراً في المجموعة يعني ضمن الفريق الأساسي لمجموعة الإماراتية كانت طالبة في جامعة الشارقة كانت من أحد المتدربين واستمرت معنا والحمد لله يعني أبدت اهتمام كبير في يعني المشاركة معنا وهي زميلتنا شهد مرشد يعني أتمنى يعني لما تسمع البودكاست والحلقة يعني دائماً أذكرها في كذا مكان يعني هذا النموذج حي أقدموه للزمالة الآخرين وأنه شهد كانت متدربة معنا وأصبحت الآن ضمن الخريق فأتمنى أني أجبت على السؤال يعني نعم سيدة سيرين كل تحايا لفريق مجموعة ويكيميديا الإمارات ولشهد أيضاً هنا أود أن أسألك عن كيف تخطط المجموعة للحفاظ على أنشطتها على المدى البعيد وضمان نجاحها المستمر الحمد لله أنه دائماً عند نهاية أي عام نقوم بدراسة العام والأنشطة والفعاليات التي نظمناها خلال العام والتالي هذا يسمح لنا أو يتيح لنا الفرصة لكي نتعلم من الأخطاء ونحسن من المزايا الإيجابية التي يعني سوأ طورناها أو يعني اكتسبناها خلال السنة فاستراتيجية هذا العام عام 24 بالذات خططنا لأنشطة يعني يعطيناها عمر ونزعم أنها ستستمر للثلاث السنوات القادمة بإذن الله على الأقل يعني حطيناها ثلاثة لكي نرجع يعني نقيمها مرة أخرى ويعني ممكن في قبلية أن تزيد هذه الفعاليات من ضمن هذه الفعاليات أو الأنشطة أو المشاريع صراحة أعلننا في ويكي عربية 2022 من ضمنها في الإمارات أننا سنطلق مشروع المليون ويكي وهذا المشروع هدفه هو إضافة مليون مساهم على مشاريع ويكي ميديا العربية وفقط تكون باللغة العربية خلال ثلاث سنوات فهذا تحدي جدا كبير صراحة يعني ولكن يعني نحن مستعدون لهذا التحدي فكرة المشروع أنه خلال ثلاث سنوات طبعا يعني نزيد مليون مساهمة على مشاريع ويكي ميديا وطبعا صعب إذا سألتني هل ممكن مجموعة واحدة أن تقوم أو تصل لهذا الهدف بالطبع لا يعني الضم المستحيلات أنه فقط مجموعة واحدة أن تزيد هذا الكم الهائل من المساهمات ولكن فكرة المشروع أيضا هو التعاون مع مجموعات المستخدمين العربية وأيضا مع المؤسسات سواء كانت رسمية ضمن حركة ويكي ميديا أو مؤسسات يعني لها علاقة مع حركة ويكي ميديا وأيضا مع أشخاص أو مستخدمين نشطين يساهمون في مشاريع ويكي ميديا بالتالي يكون الدعم عبر تقديم منح لمشاريعهم التي يعني مشاريع تضمن بأننا خلال ثلاث سنوات إن شاء الله يعني نصل إلى المليون هذا واحد من المشاريع التي تضمن مجموعة الإمارات بشكل خصوص ومجموعة العربية بشكل عام ولكن من فعالياتنا يعني ضمن نجموعة فقط مثلا عندنا نادي ويكي نادي ويكي هي جلسات تدريبية يعني ننظمها أو سننظمها من أول جمعة شهريا يعني أول جمعة من كل شهد وهذه الجلسات تكون جلسات تعليمية ترفيهية تدريبية عن شتى مواضيع ويكي ميديا واللي لا تركز فقط على ويكي ميديا ولكن أيضا على المهارات الحياتية فمثلا يعني نجمعها فمثلا مهارة التحرير والكتابة نركز أولا على كيفية كيف نقولها كيف أتعلم أولا نكتب اللغة العربية الجيدة وبعدها يمكنني أن أساهم في ويكي بيديا مثلا فننظر من هذا الجانب مثلا إذا أحد عنده اهتمام بالتعليق الصوتي فهذه مهارة جدا جيدة فننظر إلى هذه المهارة نقدم ورشة تدريبية بشكل خفيف أو عام عن التعليق الصوتي وبعدها نوجههم إلى مشاريع في ويكي ميديا يعني تشجع هذا الجانب فمثلا عنا ورشة الصوتيات للزميل مش البكنيف فهذه أيضا ورشة جميلة ممكن كل أي حد عنده اهتمام تعليق الصوتي يشارك فيها فهذا اللي أقصده يعني من ناحية جلسات تضم مهارات حياتية وأيضا مشاريع ويكي ميديا عنا أيضا سنطلق مسابقة ويكي المجموعات مسابقة ستستمر لمدة عام كامل وأيضا هذا التحدي كبير صراحة ولكن مثلا ما ذكرت نحن مستعدون لهذا التحدي بإذن الله ويعني سيشجع المسابقة لإثراء المحتوى عن كل ما يتخص بالسقوك البنكية وبالبوستكارز أو الستامس وأيضا المسابقة يعني فكرتها الجميلة أنها ستكون عن طريق أن المساهمات تكون بشكل مجموعات أو فريق لن تكون مساهمات فردية يعني هذه الفكرة أيضا جديدة سنترحها على مجتمع ويكي بيدي العربي بإذن الله وغيرها من المشاريع ولكن لا أريد الإطالة كثيرا عليك لبناء سيدة سيرين هناك العديد والعديد من المشاريع التي تحدثت عنها وكلها مهمة مثلا نادي ويكي ويكي المجموعات وأن نكتب أن نتعلم الكتابة بالعربية قبل أن نبدأ في الكتابة كلها مشاريع مهمة جدا هنا سيدة سيرين وكنت أيضا تتحدثين كلما تحدثت تقولين نعرف أن هناك تحدي كبير أمامنا ولكننا سنتغلب عليه هذه روح القتالية وروح الفريق مهمة جدا من أجل الاستمرار وأنا أكيد أنكم ستنجحون في كل مشاريعكم هنا سيدة سيرين كيف يمكن وصف دور مجتمع ويكي ميديا في الإمارات في تعزيز الوعي بأهمية الاستفادة من المحتوى الرقمي المفتوح والمشاركة فيه؟ شكرا لبنى على كلماتك المشجعة وسؤال جميل ككل الأسئلة التي طرحتيها ولكن دورنا كأي دور في دور المجموعات الأخرى كلنا لدينا هدف بأننا نمحو الأمية الرقمية إذا قلناها بهذه الطريقة أنا أعرف الآن أننا أصبحنا في عصر مستحيل لا يكون شخصنا يستخدم الهاتف أو اللابتوب مثلا فلأنه أصبحنا يعني نشارك يعني في أو مثلا نقول يعني أصبحنا دائما على الطلاع بهذه الانفتاح الرقمي يجب يعني تكون عندنا المسؤولية أنه نشارك هذا الرسالة اللي نقدمها أو تقدمها المجموعات الأخرى يعني المجتمع الإماراتي أو مجتمع وكيميلي الإمارات ما زال صغير إذا قارننا مع المجموعات الأخرى يعني لأنه ما زلنا مثلا نقول أنه جدد في الساحة وهذا طبيعي طبيعة الحال ولكن الحمد لله يعني الأثر كبير أو الأثر سيزال مستمر بإذن الله فدائما يعني الهدف الأول من فعالياتنا هو أنه نزيد الوعي عن أهمية المعلومات المفتوحة أو المحتوى العربي الرقمي يعني أهميته أهمية توفرة يعني مثلا دائما أفكر في موضوع أن كيف لمهرجان ضير الإمارات للأداب لهو أكبر مهرجان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأيضا يعني بفريقه الكبير من الباحثين ويعني لجنة البرامج إلا أنهم يعني وصلوا إلى معضلة أنه لا يوجد محتوى عربي رقمي عن الكتاب العربي يعني دائما أنظر إليها من هذا المنظور أن الأدب العربي جدا كبير وثاري يعني لا أحد يمكن أن يناقش في هذا الموضوع صراحة إلا أن المعلومات عن الأدب العربي قليلة جدا وهذا الشيء يعني محزن صراحة فالرقمنة أو الأرشفة أو يعني التوثيق سواء عبر إنشاء مقالات على ويكيبيديا سواء إنشاء مقالات على أي منصات ويكي ميديا أو الإفراء جدا جدا مهم ويعني أنا دائما أستذكر أو دائما يعني في الجلسات تدريبية أقول أنا في يوم من الأيام يعني كنت أطالع في ويكيبيديا وأنا يعني صراحة بنكون جاهلة أن موسوعة ويكيبيديا منصة أو موسوعة مفتوحة يمكن الجميع المشاركة فيها فأنا استفت بالمعلومة يعني أنشأها أو كتبها أحد المساهمين فأنا أنظر إليها يعني بما أنه في رمضان دائما أحب أستذكر أنه هذه أيضا يعني صدقة جارية أي كلمة أو أي مساهمة نقوم بها على مشاريع ويكيبيديا تفيد الآخرين أو تفيد الأجيال القادمة فهذه الحمد بإذن الله يعني تحتسب لنا كأجر وصدقة جارية فمن هذا المنطلق أنا دائما أنظر أنه أي يعني مساهم يساهم في هذه المشاريع بفقط تصحيح معلومة أو تصحيح خطأ إملائي فهو يعني قام بدور فعال وكبير في المجتمع هذه طبعا إحنا يعني ممكن أفراد المجموعة بعضهم معروفين في الساحة وبعض من يعني يعني والكثير غيرهم في مجموعتنا غير معروفين يعني دائما يساهمون يعني بشكل يعني فردي وأيضا من دون ما يدخلوا من النقاشات المجتمعية ومع ذلك ما زالوا يساهمون ولديهم أثر يعني كبير على الموسوعة ومشاريع الأخرى فهذا أيضا يعني 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 يضم كل مجموعات العربية الأخرى سيدة سيرين تحددتي عن الكتب وعن الأدب وعن الكتاب هل يمكنك أن تقتح ريحي علينا أولا عنوان كتاب قرأته مؤخرا؟ صدقيني صدقي أو لا تصدقي اللبناء يعني أنا حقيقة مرت فترة كبيرة لم أقرأ فيها أو أطال فيها يعني الكتب أو روايات يعني الفترة الماضية أصبحت تتعمق في الكتب الدينية والتفسير فلم أقرأ من روايات ولكن آخر رواية قرأتها كانت لطارق إمام مدينة الحوائط اللانهائية هي مجموعة قصصية صراحة ليست رواية طارق إمام كاتب مصري مبدع يعني أتل المهرجان يعني سابقا والتقيت به فروايته جميلة أو كتبه جميلة أما باللغة الإنجليزية طبعا أنا أنظر إلى مكتبتي التي هي أمامي فقط دقيقة باللغة الإنجليزية هناك يعني كتاب المفضل اللي هو The Shell Seekers روزا مونت بيلتشر هذه كاتبة سكوتلندية هذا يعني رواية جدا 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 جميلة أنصح الجميع بقراءة هذه الرواية حقيقة أظن تتوفر الترجمة باللغة العربية وأنصحك لبناء يعني قراءتها جدا جميلة فهذه آخر من ما قرأت صراحة قبل فترة كبيرة شكرا لك على اقتراحك وحقيقة لا يمكننا أن نعيش بدون كتب هناك بعض فترات التي لا نستطيع أن نقرأ فيها ولا لظروف مثلا ظروف العمل أو أيضا أحيانا لا نجد يعني الرغبة في القراءة لكن دائما يجب أن تكون لنا مكتبة في البيت كما تنظرين أنت إلى مكتبتك وأنا أيضا أنظر إلى مكتبتي الآن هنا سيدة سيرين ما هي أهمية تنظيم الفعاليات الحضورية التي تجمع محرر ويكيبيديا في مكان واحد وكيف يمكن أن تعزز هذه الفعاليات من التواصل وتبادل معرفة بين المشاركين صراحة أرى تنظيم الفعاليات الحضورية مهمة جدا ولكن أيضا لو نظرنا إلى الاحتياجات المجتمعية حاليا سواء في الإمارات أو في البلدان الأخرى من بعد حادثة كورونا أصبح هناك نقلة في هذا الموضوع سواء حضوريا أو افتراضيا فصراحة في السنوات الفائتة كنا دائما ننظم الفعاليات أو دائما نعطي الأولوية أن ننظم الفعاليات حضوريا مهمة لأنها تسمح لك بالتفاعل مع المساهمين يعني التفاعل البشري أيضا يكون في هذا نقول يعني هذه الشرارة مع المتشاركين معنا بحيث أنه حتى أيضا الكل يتعرف على بعضه أما دائما الافتراضيا يعني محدود مثلا يعني نكون في ورشة تدريبية ممكن يعني ننتهي منها نضغط على زر الخروج وانتهى الأمر أما في الفعاليات الحضورية بالعكس يعني نحن كنا منظمين نتعرف على الأفراد الجدد أو الأفراد القدامى أيضا تكون هناك فرصة أنه المساهمين الجدد يتعرفون على المساهمين الآخرين من المتطوعين القدامى أو المساهمين بنشاط أكثر فدائما يكون هذا الانتر آكشن فبسبب هذه الفعاليات الحضورية أصلا تنشئ صداقات أيضا وزمالة قوية ولكن مثل ما ذكرت يعني في الفترات السابقة أغلبهم أصبح يعني يفضل فعاليات الافتراضية يعني حتى داخل دولة الإمارات ولأسباب عديدة منها أغلب المساهمين يعني عندهم حياتهم الخاصة يعني مشغولين بالوظائف مرات أيضا يعني هي صراحة الإمارات صغيرة يعني إذا قارنناها مع الدول العربية الكبيرة يعني هي جدا صغيرة فإذا تكلمنا من دبي إلى إمارة أوضب يتأخذ حوالي يعني ساعة ساعة ونص إذا تكلمنا عن أبعد نقطة في الإمارات مثلا من دبي إلى أبعد نقطة فتأخذ حوالي أربع ساعات خمس سنة يعني ماكسيموم ليست بالدولة الكبيرة جدا ومع ذلك يعني حتى عندما ننظم فعاليات في إمارات مختلفة ممكن بعض المساهمين يجدون صعوبة تنقل يعني أو يعني دائما يفضلون تكون الفعاليات افتراضية لذلك عندما نظرنا إلى هذا الاحتياج قررنا أن هذه السنة خصوصا سنة 2024 أغلب فعالياتنا تكون افتراضية ولكن مع الحرص أنه ننظم لقاءات دورية مع يعني المجتمعنا فقررنا بإذن الله أنه كل ثلاثة أشهر يعني يكون هناك لقاء دوري بين الأفراد لكي يعني نتواصل ونجدد أيضا المحبة ونجدد أيضا الاحتمام فهذه يعني بشكل واقعي ممكن ننظر للأشياء هي صحيح الحضورية مهمة ويعني دائما نأمل أن تكون الفعاليات الحضورية ولكن أيضا الدنيا مشاغل ومثل ما قد لك في الأول والآخر الجميع يتطوع فيعني يجب أن ننظر أيضا إلى احتياجاتهم ونحترم احتياجاتهم أيضا فالحمد لله يعني الجلسات الافتراضية أيضا يعني ناجحة جدا ويعني المجتمع يكون فعال وأيضا يعني سواء مثلا في دولة الإمارات عندما يسافر شخص خارج الإمارات أو يذهب مثلا يزور أهله في مكان آخر إذا كان مقيمي في دولة الإمارات هذا يسمح أنه حتى هم في بلد آخر يعني يشاركوا في فعالياتنا يعني لا يفوت الفلسطة فعني أيضا فيها مزايا جميلة يعني حقيقة ومثلا فرصة لبنى حتى فعاليات وكيل مغرب لأن هذه بودكاست يعني افتراضية فالحمد لله لنا الفرصة أنه أنا في الإمارات وأنتي في المغرب ومع ذلك يعني هذا لم يعيقنا بالعكس يعني فتح لنا فرصة تعاون يعني جميلة فالحمد لله يعني من هذه الناحية سواء حضوريا أو افتراضيا للإثنين لديهم يعني أهمية مزايا جيدة ومساوء يعني معينة نعم سيدة سيرين فلولا الافتراضي لما تستقينا اليوم ولما تمكننا من تسجيل الحلقة للافتراضي مزايا كثيرة جدا وأيضا يساهم في الزيادة في المردودية لكن كما قلت للحضور أهمية كبرى لأنه يقوّل علاقات ويقوم بتعزيز الحافزية لدى المتطورعين فلكلا هما كما قلت مميزاته وأدواره في تعزيز روح التطوع لدى المساهمين سيدة سيرين هل تتضمن الفعاليات التي ينظمها مجتمع ويكيميديا في الإمارات تعاونا مع مؤسسات ثقافية أو تعليمية وكيف يسهم هذا التعاون في تعزيز الفعاليات نعم أكيد ولله الحمد ذكرت مؤسس الإمارات أكثر من مرة ولكن أذكرها لأهمية دورها معنا في المجموعة يعني هي أرى بأن من أحد أسباب نجاحات الفعاليات بعد توفيق الله طبعا هي الشركات التي تساعد في التنظيم أيضا بشكل مباشر أو غير مباشر فمثلا مع مؤسس الإمارات للأداب بروابطها القوية مع شركات حكومية وغير حكومية في دولة الإمارات فتحت علينا أفق وصورة صنونا نتعاون مع جامعات نتعاون مع مؤسسات سواء أيضا نتعاون مع مؤسسات توفر لنا البيانات المؤرشة التي قد لا نجدها في مكتبة غير مكتباتهم مثلا أو مؤسساتهم فإذا نظرنا من ناحية الشركات فهي جدا مهمة مثلا دائما أستذكر فعالية ويكي عربية مؤتمر ويكي عربية الذي قيمه في 2022 نظمناه في مكتبة محمد بن راشد وهي تعتبر من أجدد أو أكبر المكتبات في دبي مكتبة جدا جميلة والحمد لله بسبب شراكة مؤسس الإمارات للأداب وساعدتهم استطعنا أن ننظم المؤتمر هناك المكتبة مليئة بالفعاليات فكان صعب ننجز المكتبة لمدة ثلاثة أيام أو أربعة حقيقة ولكن الحمد لله بسبب الشراكات يتم تسهيل هذه المشاكل أو التحديات مثلا أيضا بسبب الشراكات أو التعاونات مع مؤسسات سواء ثقافية سواء حكومية سواء تعليمية يعني استطعنا في وكا عربية أن نحل مشكلة الفيزا فأغلب المشاركين استطعنا أن نجيبهم للإمارات بسبب سهولة منح التأشيرات يعني هذه فقط جهة واحدة من الجوانب أو جانب واحد من الجوانب اللي المؤسسات أو التعاونات ممكن تفتحها طبعا هذا غير بناء الشراكات مع مجموعات أو أو التعاون مع مجموعات مختلفة يعني مثلا لكل مجموعة لهم اجتمعها لكل مجموعة لهم فعاليات ناجحة لكل مجموعة لهم تحديات يستطاعوا أن يتخطوها فبالتالي لديهم مناعة لأي تحديات أخرى فهذا التعاون عندما يحصل يعني يزيد من قوة الترابط وأيضا يعني المخرجات تكون جيدة جدا فأكيد نحن في ويكي ميديا الإمارات نركز وبشدة على بناء الشراكات أولا ثم نقوم بتنظيم الفعاليات فدائما في خلال هذا العام دائما في الربع الأول من كل سنة نركز فيها على مراجعة قائمة الشركاء وأيضا يعني نبحث عن أي شركاء محتملين أو لنا فرصة معهم نعم سيدة سيرين تحددت عن الشراكات وعن التعاون أيضا سأعيد سؤال نوعا ما هل هناك تعاون بين مجموعتكم ومجموعات أخرى من الوطن العربي وما هي مظاهر هذا التعاون تحددت عليه وهل يمكنك أن تحدثنا أكتر هو شوفي المضحك المبكي هو صراحة لا يوجد تعاون رسمي حاليا مع مجموعات أخرى ولكن هناك تعاونات فردية مع أفراد من مجموعات مختلفة الفترة الماضية صراحة كان عندنا سلسلة من الاجتماعات التي نظمناها مع أفراد مختلفين من مجموعات مختلفة وهو كان الهدف أنه تعاون فردي لكي يساعدوننا في الفعاليات التي سننظمها بإذن الله خلال هذه السنة وطبعا مثل ما ذكرت لا يمكن أن ننجحها من دون تعاون أو مساعدة من الآخرين فللأسف لحد الآن ليس هناك تعاون رسمي بين مجموعاتنا ومجموعة أخرى ولكن هذا الشيء نأمل أن يكون هناك تعاون قريبا جدا بإذن الله يعني هذا الظمن الخطة بإذن الله نعم بإذن الله أن يكون هناك تعاون بين المجموعات لأنه كما يقال اليد الواحدة لا تصفق فيجب أن يكون هناك تعاون مؤخرا تشتغلين على برنامج لنتواصل هل يمكنك أن تحدثين عنه؟ أكيد بعيدا عن عملي مع مجموعة الإمارات أعمل أيضا كمنسقة رسمية ضمن برنامج لنتواصل أو Let's Connect منسقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برنامج لنتواصل هو بشكل مختصر برنامج تعليمي بين النظراء تم تأسيسه تلبية لطلبات أعضاء المجتمع خلال مرحلة التشاور لإعادة إطلاق سراتيجية منح المنح أكد أعضاء المجتمع على أهمية تقديم الدعم من خلال تبادل المعرفة بين الحاصلين على المنح فحقيقة برنامج Let's Connect هو برنامج يساعد ما بعد المنح أو تفوق المنح توفر جلسات أو مساحات تعليمية مفتوحة وآمنة ومرنة يمكن لأي عضو في ويكي ميديا مرتبط المجموعات المنظمة المشاركة أو مشاركة مهاراته أو تعلم مهارات جديدة مع نظرائهم يعني مما يعود بالنفع على المجموع الأوسع وليس فقط على الفرد فالتركيز أو تركيز برنامج للتواصل صراحة ليس للأفراد لأكثر ما أنه أيضا للمجموعات وطبعا البرنامج Let's Connect هو مساحة لكي يتبادل الجميع المعرفة والخبرات أيضا يوفر فرصة للمشاركين لتبادل الخبرات والأساليب الناجحة مما يؤدي إلى تحسين العمل في مشاريع مختلفة ويعني الفترة اللي الماضية نظمت أول جلسة كانت عن المنح السريعة وكان لي الفرصة الجميلة أن يلتقي مع أكلبنا وأنه يكون بيننا نتعاون بين مجموعة المغرب أيضا وبرنامج Let's Connect بحيث أيضا مجموعة المغرب أعطتنا يعني شيء أو جزء من خبرتهم عن كيفية تقييم الإحتياجات المجتمعية فهذا أيضا عد بالفائدة لي أنا كسيرين ضمن مجموعة الإمارات فهذا اللي يوفره يوفر برنامج أيضا دعم وتنمية المهارات يعني أيضا يساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم في مجالات مختلفة مثل كتابة المقتراحات أو مثلا إدارة المشاريع والتواصل الفعال وأيضا مما يعزز لبناء علاقات قوية بين المجتمعات أو الأفراد يعني أفراد ضمن مجتمعات فهذا نبدأ عن Let's Connect طبعا Let's Connect كان فقط لم يوفر جلسات وكان يوفر جلسات أو يوفر ترجمة للغة العربية لبعض جلساته ولكن الحمد لله يعني قرروا أن يركزوا لتوفير هذه المساحة الآمنة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتالي أصبح هناك تركيز لتنظيم جلسات باللغة العربية فقط مع توفر ترجمة للغات الأخرى فهذه بادرة جميلة من فريق برنامج لنا تواصل وأيضا مؤسسة ويكي ميديا والحمد لله يعني صنر النتائج قريبا يعني أنا انضمضمت مؤخرا صراحة قبل ست أشهر جميل جدا صراحة برنامج لنتواصل أو جلسات لنتواصل لنتواصل من المبادرات الجميلة التي قامت بها مؤسسة ويكي ميديا ونتمنى له الاستمرار لأنه سيعود بالنفع الكبير على المجموعات وعلى الأفراد أيضا نحن في مجموعة مستخدمة ويكي ميديا المغرب كنا سعداء جدا لاستضافتك لنا لنتقسم تجربتنا وأيضا لنتعلم من تجارب المجموعات الأخرى شكرا لك سيدة سيرين على الدعوة مرة أخرى هنا سيدة سيرين تحدثنا كثيرا عن التطوع عن التحرير في ويكي بيديا هنا أود أن أسألك ما هي أفضل طرق للتحفيز المتطوعين والمستاهمين الجدد على الانضمام والمشاركة في مشاريع ويكي ميديا هذا السؤال حقيقة كثيرا ما نطرحه في البرنامج بهدف تحفيز المستمعين من أجل التطوع والاستمرار أيضا في التطوع السؤال جدا جميل وفعلا مثل ما ذكرتي انطرح سواء في ويكي بودكاست أو انطرح في أماكن أخرى أيضا وفي قشات أخرى أيضا أرى أن أفضل طريقة لتحفيز المتطوعين والمستاهمين الجدد هذا صراحة رأي شخصي أو ضمن مجموعة ويكي ميديا الإمارات أنه رأينا من الأفضل توفير فعاليات وبرامج مختلفة يعني تشبع فضول أو رغبات المساهمين من مختلف الأعمار والجنسيات والاهتمامات يعني مثلا أنا كسيرين صراحة يعني فترة من الفترات يعني لا أكون نشطة على موسوعة ويكي ميديا يعني نشطة على ويكي ميديا كومنز وفترة يعني لا أكون نشطة على ويكي ميديا كومنز ولا ويكي بيديا وفترة أكون نشطة على ويكي اقتباس ويعني غالب الأمر عندما أرى هناك يعني حملات أو مسابقات أو نشاطات يعني جديدة أو في المشاريع مختلفة يعني دائما يكون عندي الفضول أني أساهم في هذه الحملات أو الجلسات أو أقصد المسابقات فمثلا واحدة من الاهتمامات اللي يعني اكتشفتها يعني مؤخرا اللي هي حملة قالت الصنة الفاتت نظمتها أفاق ونانور وعملوا فيها اجتماع بسيط وورشة عمل عن كيفية زيادة عدد الاقتباسات عن النساء على مشروع ويكي الاقتباس صراحة جدا أعجبني الموضوع والحملة جميلة أيضا ويكي الاقتباس جميل يعني سهل وفكرة أنه أيضا ممكن تكون مساهمة بسيطة عبر فقط إثراء المحتوى بإضافة اقتباس عن شخصية مهمة فبسبب اهتمام بهذا الموضوع يعني فكرنا بفكرة جديدة وهو التركيز على وكي الاقتباس وكان هذا ضمن فعاليات معرض أبوظبي للكتاب الدولي ومعرض كبير يقام سنويا في إمارة أبوظبي وكانت الفكرة هو إنشاء ما لا يقل أو زيادة ما لا يقل عن ألفين اقتباس من الكتب العربية مفتوحة المصدر فاختناف فرصة أن هناك معرض كتاب والحمد لله يعني بتنصيق من مؤسس الإمارات للأداب وأيضا بين معرض الكتاب استطعنا أن نذهب لمدة سبع أيام أو نكون في المعرض لمدة سبع أيام لنشر هذه المعرفة فهو كان صراحة إدتاثون فشاركوا معنا أكثر من عشر مساهمين كان يعني يعطيناهم فرصة سواء يكون حضوريا أو افتراضيا طبعا أغلبهم افتراضي لأن الإمارة مثل ما ذكرت ممكن بعيدة أو لازل وافق مع مهماتهم الحياتية ولكن الحمد للهدف نشرنا أكثر من ألفين اقتباس من الكتب العربية مفتوحة المصدر زدنا يعني الإثراء من هذه الناحية عندما بدأنا حملة قالت يعني شارك أيضا أعضاء يعني أعضاء فريق وكيميديا الإمارات أيضا في الحملة وحاليا يعني ضمن هي برامجنا فالذي أقوله هو أو أريد أن وصله أنه دائما يعني يجب تكون هناك يعني برامج أو فعاليات مختلفة بالتالي الجميع ممكن أن يرى أو ينظر كيف يمكن أن يساهم بطريقتها الخاصة لذلك هذا العام سنطلق يعني نأمل أنه بعد العيد بإذن الله سنطلق برامج وحملات وأنشطة مختلفة ممكن أن تتزاننا في نفس الوقت يعني ولكن هذه لا مشكلة فالهدف ليس كثرة المساهمين ولكن أيضا أنه يكون في يعني يكون عنده كأنه منيو أو قائمة من الفعاليات المختلفة في مشتري مختلفة يعني لها أهداف مختلفة ممكن أن يشاركوا فيها فأرى أنه هذا أكبر أو أكثر طريقة فعالة لتحفيزهم يعني يروا فعاليات يعني يحبوا أن يمارسوا فيها مهاراتهم أما الممكن الطريقة الثانية لتحفيز المتطوعين هو يعني صراحة إفادتهم بخبراتنا يعني الحمد لله يعني أرى أنه سابقا يعني كان أي شخص لكي يساهم في وكيبيديا يعني يمر بمرحلة نوعا ما طويلة لكي يتعلم الأساسيات والسياسات ولكي يبدأ أن يساهم الآن يعني أرى جهود يعني المجموعات الأخرى وأيضا الأفراد يعني سواء كانت مشاريع فردية يعني دائما نرى أن هناك ورشات عمل مسجلة مصادر متوفرة يعني فأصبح الأمر سهل يعني أي شخص مهتم لكي يساهم في أي مشروع نرى أن هناك ورشة تدريبية أقيمت مسبقا وموجودة يعني يعني أونلاين فيمكن لأي شخص أن يرى التسجيل لو يتعلم كيف أن يشارك فأنا أنظر أن توفر المصادر بشكل سهل وسلس يعني يزيد من فرصة دخول مساهمين جدد على المشاريع نعم سيدة سيرين هنا أود أن أحيي كل منا نور وآفاق على عملهم رائع صراحة مشروع قالت من المشاريع الجميلة جدا والتي تمكن الأفراد من المساهمة بشكل كبير لأنه ما عليك إلا أن تكتب ما تقول كاتبة معينة حول ظاهرة ما يعني اقتباس صغير يتضيفه إلى الويكي هنا سيدة سيرين تحدثنا كثيرا عن المحتوى العربي على ويكيبيديا وتحدثنا عن التحديات التي تواجهه خصوصا الملحوذية وما إلى ذلك هنا سيدة سيرين في نظرك كيف يمكننا التغلب على هذه التحديات بكوننا في الوطن العربي ومن أجل زيادة المحتوى العربي على ويكي عربية سؤال جدا جميل ودائما الأسئلة جدا جميلة خلتني حتى أفكر فعليا أو جديا بالتحديات والحرول الممكنة ولكن هذا السؤال لا أظن أني أستطيع إجابته في دقائق قليلة ولا ممكن أيضا حتى أني أكون الشخص الصحيح أني أجيب على هذا السؤال حاليا لأنه مثل ما ذكرت إلى الآن لم أرى أن هناك دراسة درست هذا الموضوع بشكل معمق أن ما هي تحديات رئيسية في نمو وتطوير المحتوى العربي على ويكيبيديا يعني تم إجراء بعض الدراسات من الزملاء الآخرين منهم عباد عن المحتوى العربي في ويكيبيديا وأيضا التحديات وهذا أأمل أصلا يكون فيه تعاون بين المجموعات ننظر بهذا الموضوع أو هذه المشكلة بشكل جدي أكثر وبالتالي ممكن نقترح حلول مع بعضنا البعض ولكن واحدة من التحديات التي تواجه نمو وتطوير المحتوى العربي هو أكيد بسبب قلة المساهمين المشطين يعني أراها أن الموسوعة كل يوم تكبر أو ممكن المشطين الذين يساهمون أو يكتبون يعني مقالات يعني ذو جودة جيدة أو عالية فهذه من أحد المشاكل التي أنا أراها شخصيا يعني مثلا إذا في اليوم يتم نشر مئة مقالة ولكن هناك يعني مثلا عدد ينعد على الأصابع من المراجعين للمقالات فأكيد هذا ضغط هائل على المراجعين لا يستطيعون مراجعة مئة مقالة يوميا فنحن لو قصناها أن كل يوم يتم إضافة مئة مقالة مثلا مئة مقالة مئة مقالة يعني سنرى أنه بنهاية العام يعني هناك عدد كبير من المقالات لم يتم مراجعتها أو لم يتم التعديل عليها أو يعني دائما أيضا ممكن هناك تكون مساهمات يعني تخريبية أو مثلا في مشكلة في الملحوظية فيتم حفظ المقالات وهناك ضغط كبير مما يعني يعني يمكن الاستنتاج أنه ليس هناك مساهمين نشاطين لكي يساعدوا في المهام هذه فممكن هذه تؤدي أيضا بنقص كتابة المحتوى على العربية يعني فعلا المشكلة أو التحديات يعني إلى الآن صراحة لم نستطع التغلب على هذا الموضوع وحقيقة حقيقة يعني إذا ممكن أذكر شيء أيضا يعني المشكلة ليست في ويكيبيدي فقط العربية يعني مشكلة تطور المحتوى العربي في يعني الإنترنت على العموم يعني هذه مشكلة يعني في كل جانب من جوانب يعني الحياة يعني هناك يعني تطور قليل جدا من ناحية المحتوى العربي يعني مثلاً يعني لو تلاحظي حتى في الأي آي في الأي آي نسيت اسمه بالعربية ذكاء الاصطناعي أيوة الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي باللغة العربية إلى الآن يعني كنت اجتمعت يعني من فترة طويلة مع واحد من المتط... يعني فيه مشروع في الإمارات أنه حابين يطوروا ذكاء اصطناعي فقط يكون باللغة العربية فيعني كان يذكر وطبع أن تنصل معنا عشان يشوف إذا فيه فرصة مثلاً مشاريع ويكي ميديا يعني تكون هناك فرصة أنه المعلومات والبيانات والمحتوى يكون ضمن هذا الذكاء الاصطناعي من ضمن الأشياء اللي ذكرنا هي مشروع ويكي مصدر يعني اللي يكون فيه كتب ومصادر متوفرة فكان يذكر أنه واحدة من التحديات والصعوبات اللي يواجهون أنه لا يجدون أصلاً محتوى باللغة العربية مؤرشف يعني هناك يعني بدل ما أنهم فقط يطوروا الذكاء الاصطناعي يعني باللغة العربية لا يعني تجدينهم أنه رجعوا 15 خطوة إلى الوراء أولاً يجب أن يعني يجدوا محتوى باللغة العربية بعدها يعني يؤرشفوا بعدها يحفظوا بعدها يعني إلى أن تصل لمرحلة أنه يعني تكون ضمن الذكاء الاصطناعي باللغة العربية فهذه المشكلة المشكلة ليست فقط في ويكيبيدي المشكلة هو أن المحتوى العربي مازال قليل جداً أو ضئيل على شبكة الانترنت ولكن يعني الحمد لله على الأقل يعني مع جهود المساهمين والمشاريع المختلفة اللي باللغة العربية وأيضاً المجموعات العربية يعني بدأنا هذه الحركة اللي نأمل بإذن الله على السنوات القادمة أو على مدى السنوات البعيد القادمة أن يكون في أثر يعني الأثر لن نرى الآن ولكن سنرى على بعض سنين من الآن فالحمد لله يعني المهم أنه هذا الوعي بهمية اللغة العربية يعني حتى أنا أرى شخصياً أنه في حياتي اليومية أنه أصبح هناك حب مجدداً للغة العربية بعدما كان في توجه أنه كانت عندنا هذه العقدة اللي سواء نتكلم باللغة الإنجليزية أو سواء نتكلم باللغة مثلاً الفرنسية فيعني الآن رجعنا لحب اللغة العربية والتركيز على اللغة العربية أنا منهم شخصياً يعني أشاركهم دائماً أجد صعوبة أني دائماً أخلط اللغة الإنجليزية والعربية فأخذت عهد مع نفسي أنه في هذا البودكاست يعني أحاول قدر الإمكان أنني أتكلم أو أتحدث باللغة العربية وطبعاً هو تحدي أنه يعني طبعاً الطلاقة تقل بسبب قلة الممارسة يعني غالب يعني الأمر أنه نتكلم بالدارجة أو نتكلم باللهجات الخاصة يعني لا نمارس اللغة العربية في حياتنا اليومية لكن الحمد لله أرى أن هناك يعني توجهات يعني حتى الحكومات يعني تركز باللغة العربية أو على اللغة العربية فهذا هو يعني رأيي صراحة نعم سيدة سيرين فكما قلت هناك توجه كبير نحو اللغة العربية ولغتنا جميلة أنا صراحة أحب اللغة العربية وأحب التحدث بها رغم أنني أقوم بعد الأخطاء وما إلى ذلك لكن أتعلم وأيضا شكرا على إجابتك بالنسبة لأجبتي وكفيتي لأن الحديث عن التحديات التي تواجه ويكيبيديا العربية هي تحديات كثيرة كما قلت ويصعب حلها يعني هكذا وأيضا مشكلة المراجعين للمقالات فنحن نعلم أن كما قلت أن هناك مئة مقالة كل يوم وعدد المراجعين هو ضئيل جدا مقارنة مع عدد المقالات التي يتم كتابتها في اليوم سيدة سيرين ككلمة آخيرة ماذا يمكنك أن تقوله لنا؟ أولا يعني أرجع وأشكر يعني أشكركم على هذه الاستضافة الجميلة يعني أنا شخصيا سمعت لي حلقات عديدة من مشروع ويكيب بودكاست واستفت من خبراء الزملاء وآراءهم وأيضا على المواضيع المختلفة التي تطرحونها في البودكاست أشكر مجموعة المغرب لأنه دائما كان يعون لنا يعني بكلمة أو بنصيحة أو يعني بمشاركتهم الجميلة أو بيروحهم الطيبة دائما أرى أنه لنا علاقة صداقة جميلة وإن كانت بعيدة أو افتراضية أو ننقطع مرات عن بعضنا البعض ولكن يعني بسبب هذه المشاريع أو بمثل هذا البرنامج أو المشروع الذي تقدمونه يعني بإذن الله سنرى الجهود أو النتائج هذه الجهود يعني مثل ما ذكت في السنوات القادمة يعني صراحة يعني أسعد جدا أني أشوف ناس برغم أنهم مشغولون في حياتنا وبمشاغلنا وبأهلنا وبنفسيتنا إلى أنه دائما يعني أستمد هذه الطاقة أستمد حبي لنشر المعرفة بسبب الزملاء الآخرين يعني كل ما يعني أنظر إلى نفسي أني وسط مرحلة أني خلص يعني يومي ممتلئ بالفعاليات لا يمكن أن أزيد أي فعالية أخرى أو يعني وقت زاد أني أخصصه لتطوع أرى زملاء آخرين يعني مسؤوليتهم تفوق مسؤولياتهم ومع ذلك ترينهم يعني يخصصون وقت لإثراء المحتوى ويعني دائما يعني يخصصون وقت لمساعدة الآخرين توفير المصادر يعني حتى أرى أن الخلافات التي تحصل في بعض النقاشات على مجتمع ويكيميديا هو قائم أصلا على حب يعني واهتمام الجميع بيعني بهذه المشاريع يعني زي والدينا يعني مرات يعني يصير فيه نقاشات النوع المحدة هي نعرف أنهما بسبب حبهم لنا وخوفهم علينا يعني تصير هذه النقاشات الحادة أو يعني بعض الأحيان الرفضة على أفكار معينة أو اقتراحات معينة فالحمد لله جداً سعيدة أنني جزء من هذه حركة ويكيميديا أو جزء من أنني بدي الفرصة أني أنشر المعرفة وشكراً لكم على هذه الفرصة وجزيل الشكر على هذا التنظيم الجد رائع يعني صراحة بوركتم على هذه الجهود شكراً لكثيرين على هذه الكلمات الجميلة والرائعة وأقولها دائماً في كل حلقة لنتطوع لأن التطوع للتطوع كما يقال للتطوع يعني روح جميلة جداً ولها إيجابيات على المتطوع أكثر من شيء آخر لذلك أنصحوا بالتطوع وكما تلاحظون أعزائي المستمعين عزيزات المستمعات أنه جميع ضيوف حلقات ويكي بودكاست يحطون على التطوع ويتحدثون عن إيجابياته وعن وقعه على أنفسهم قبل الوقع العام سيدة سيرين شكراً لك على قبول الدعوة شكراً لك على حضورك معنا وشكراً على روح التطوع وعلى العمل الجميل الذي تقومين به والذي تقوم به مجموعة مستخدمي ويكي ميديا الإمارات وسأقولها بالدارجة المغربية مرحبا بك معنا في البودكاست ومرحبا بك معنا في المغرب أعزائي المستمعين عزيزات المستمعات شكراً لكم على الاستماع شكراً لأنكم وصلتم إلى نهاية الحلقة كنتم مع الحلقة الثالثة من الموسم الثاني من برنامجكم ويكي بودكاست نتمنى أن تكونوا قد قضيتم وقتاً ممتعاً معنا نتمنى أن تنضموا إلينا في قادم الحلقات شاركوا الحلقة مع أصدقائكم أعطونا آراءكم وتعليقاتكم حول الحلقة شكراً لكم ونلقاكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد وموضوع جديد دمتم في رعاية الله إلى اللقاء